يا شباب الاخبار اه طلاب عبو مادة الاعزاء يا رب تبقوا كويسين وفي احسن صحة وحال وان شاء الله يا رب تبقى سنة موفقة عليكم. احب اعرفكم بنفسي. انا دكتورة دعاء علي. الطب والغراحة. اه كلية الطب جامعة اسكندرية. اه بشتغل دلوقتي محيدة في في اسكندرية في قسم اه اللي هو الصحة المهنية وطب الصناعات وهو آآ مكان متفرع من الصحة العامة او الكميونيتي اللي هو طب المجتمع. ان شاء الله هكون معاكم في مادة الاطفال آآ ولو حبيتوا تشتركوا آآ في الكورس كل اللي عليكم انكم ترسلوا حساب الادمن الادمن اللي موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وان شاء الله دلوقتي هنبدأ في اول حصة في الاطفال. اولا علشان نفهم الاطفال محتاجين نفهم هو ايه الموضوع ايه اصلا ده. الاطفال اسمها يعني طب الاطفال. دي جاية من آآ مصطلحات لاتينية متقسمة لجزئين. اول جزء ده معناه وتاني جزء اللي هو يعني هيلر او معالج او طبيب. ففي الاخر هي عبارة عن او معالج الاطفال او دكتور الاطفال. يبقى معالج الاطفال او دكتور الاطفال او طب الاطفال دي اسمها اللي هي المادة بتاعتنا. انا عارفة ترتيب المواد اللي المفروض نبدأ بيها في المنهج. بس انا بحب ابدأ بهذه المحاضرة. علشان هي ببساطة بتخلي شرح الحاجات اللي قبلها اسهل بكتير ومنطقي اكتر بكتير. فاحنا هنبدأ بالموضوع ده النهاردة. وبعد كده هنرجع نمشي بالترتيب. موضوع النهاردة بقى اللي بنتكلم عنه هو يعني المشاكل اللي بتحصل في كلمة يعني امتصاص. ومال يعني سوق. ففي الاخر العنوان ده اسمه امراض السوق امتصاص. يعني المشاكل اللي بتؤدي لسوق الامتصاص. ما ينفعش اقول لحد انت عندك سوق امتصاص. او انت عندك عصر امتصاص. واسكوت. ما فيش حاجة اسمها كده. ده مش مراد. انا عندي مجموعة كبيرة من الامراض اللي بتؤدي لسوق الامتصاص. عشان كده ده بسميه يعني مصطلح وصفي. بوصف بي. بوصف بي اي? بوصف بي. يعني مجموعة كبيرة من الامراض. ده مش يعني ده مش تشخيص يعني ما منفعش اقول لحد والله انت عندك سوق امتصاص. عشان ايه يعني? عشان ايه اللي عندي? عشان ايه المرض اللي عامل كده? يبقى ما منفعش اقول والله ده انا عندي سوق امتصاص. طيب. المشكلة دي بتيجي منين? والله عشان نعرف المشكلة تيجي منين? ممكن نبص على الأناتومي بتاع الأمعاء الأمعاء بتاعتي اللي المفروض هي دي المكان اللي يحصل منها اللي امتصاص بتتكون من مجموعة من الليرز الطبقة الخارجية دي اللي بسميها السيروزا أو الطبقة الفايبرستشو أو الكونيكتف تشو اللي بيحمي الأمعاء وبعد كده أشيلها ألاقي تحتها المسكلوزا المجموعة المصل مجموعة العضلات اللي بينقبضوا عشان يحركوا الأكل جوه وبعد كده هلاقي الصب ميوكوزا يعني الطبقة اللي تحت المخاطية اللي تحت الميوكس وبعد كده هلاقي الميوكوزا الميوكوزا هي الطبقة المغلفة للأمعاء من جوه ومن هنا بيحصل الامتصاص بس عشان يحصل الامتصاص لازم الأكل يهضم في الفتحة دي الفتحة دي اللي اسمها اليومن أوف الأمعاء اليومن يعني الفتحة بتاعة الأمعاء عايزة كنت تتخيلوا ان هي مصورة كده بالضبط الأكل بيدخل في هذا اليومن يحصل له هضم وبعدين يبدأ يمتص من الجدار اللي حوالين الأمعاء فلو في مشاكل في الهضم هتبقى عندي حاجة من اثنين يأما اليوم من ده اللي هي الفتحة دي أنا مش عارف أهضم فيها المواد الغذائية يأما بعد ما هضمت المواد وكسرتها هضم يعني تكسير عملت تكسير للمواد الغذائية بعد ما كسرتها المفروض أمتصها عن طريق الميوكوزة مش عارف أمتصها يبقى مشكلة تبقى في الميوكوزة الأبزوربشن يبقى تاني سوق الامتصاص ده مصطلح بيطلق على مجموعة من الأمراض هو الوحد ومش تشخيص هو وصف طيب إيه اللي هيعمل سوق الامتصاص والله يا إما اليوم من نفسه مش عارف يهضم المواد الغذائية يا إما بعد ما هضمها وكسرها مش عارف يعمل لها امتصاص طيب سوق الامتصاص ده أو المال أبزوربشن لازم أو ممكن أقسمهم لحاكتين يا إما جنرالايزد يعني إيه جنرالايزد؟ يعني أنت هلا بلا كده عندك مشكلة مع امتصاص كل حاجة بتاكل دهون مش عارف تمتصها بتاكل نشويات مش عارف تمتصها بتاكل بروتينز مش عارف تمتصها يبقى دي اسمها Multiple Neutrient Mal Absorption يعني سوق امتصاص لمواد غذائية متعددة أكتر من حاجة طيب الحاجة التانية إن انت عندك مشكلة في مادة واحدة بس مش عارف تمتصها دي اسمها Specific Neutrient Mal Absorption Disorder يعني عندك مشكلة في حاجة واحدة بس هي اللي مش عارف تمتصها زي واحد يقولك أنا عندي مشكلة مع اللبن لما باشرب لبن بطني بتتنفخ بيجيلي غذائت ليه؟ عشان انت مش عارف تمتصه عندك مشكلة مع الكربوهايدريت عندك مشكلة مع النشويات عندك مشكلة مع الدهون اما باكل أكلة تقيلة أو فيها دهون بيجيلي اسهال مش عارف تمتصه عندك مشكلة مع البروتين عندك مثلا فيتامينز معينة مش عارف تمتصها منيرالز معينة أو معادن معينة مش عارف تمتصها يبقى يا إما Generalized هلا بيلا كده انت عندك مشاكل مع كل حاجة يا إما Specific انت عندك مشكلة في حتة معينة في مادة معينة طيب ممكن المال أبزوربتف أو المال أبزوربتف ديس أوردرز يعني المشاكل اللي فيها سوق امتصاص اللي معاها Generalized Facts يعني عندها مشاكل مع حاجات كتير قوي دول مجموعة للأمثلة اللي احنا ممكن ناخدها بعد كده أول حاجة Ciliac Disease ده الشخص اللي عنده حساسية Glotin يقولك أنا عندي حساسية من الجلوتين الدقيق ده دقيق خالي من الجلوتين الدقيق ده دقيق خالي من الجلوتين عشان الناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين ده اسمه Ciliac Disease وهذا المرض هنشرحه بالتفصيل المملف ومحاضرة لوحده تاني حاجة 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 اسمها Cow's Milk Allergy Cow's Milk يعني اللبن بتاعي الجاموسة عادي Allergy يعني حساسية ففي ناس عندها حساسية البان عندها حساسية البان في عائل صغير أول ما تبدأ تدخله اللبن بتاعي الجاموسة عند سنة ولا سنة وكم شهر يبدأ يجيله اسهال هو عنده حساسية من اللبن ده مش عارف يمتصوا طيب الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها Microvillus Inclusion Disease يعني ايه الكلام ده علشان نفهم محتاجين نفهم هو ايه الاناتومي بتاع الانتستن قلنا الانتستن بتاعتي من برا سيروزا وبعد كده مصل وبعد كده الصب ميكوزا الطبقة اللي تحت المخاطية وبعد كده الميكوزا دي الميكوزا الميكوزا بتتكون ايه بتتكون من الحاجات اللي طالعة دي اسمها Microvillai والهدف منها ان بدل ما ممتص من سيرفس عامل كده لا يا ابني وسعلي السيرفس ده وطلعهولي طالع نازل طالع نازل طالع نازل كده عشان يعرف يمتص حاجات كتير قوي طيب ايه المشكلة المشكلة ان الفيلاي دي او الميكرو فيلاي اللي فوقيها ممكن تبقى فيها Inclusion bodies يعني حاجات تقتحمها وتغزوها وتخليها مش قادرة هو ده disease اللي اسمه Microvillus Inclusion bodies او disease الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها Tuffting Interoperathy كلمة Tuff يعني حاجة شكلها تغير Entero يعني intestin وباثي يعني pathology يعني ببساطة الانتستن بتاعتي بقى فيها مرض مخلي شكلها متغير وهو ده actually مرض جيني بيؤدي الى تغيير السيرفس السطح بتاع الانتستن يخليها غير قادرة على امتصاص المواد الغذائية الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها lymphangectesia وليمفانجectesia يعني الفيزلز بتاعة الليمف الاوعية الليمفاوية اللي موجودة جوه الانتستن تبدأ توسع كده وتتمدد وتاخد راحتها وهذا التوسع بيؤدي الى ان السطح بتاع الانتستن مش بيبقى عارف يمتص كويس الحاجة اللي بعد كده اسمها short bowel syndrome ودي من اسمها يعني الانتستن بتاعتك بدل ما هي كم متر الطول الطبيعي بقت فسفوسة صغيرة وبالتالي مفيش مكان يحصل منه امتصاص للمواد الغذائية الحاجة اللي بعد كده chronic malnutrition يعني سوق تغذية مزمن يعني مش مقواحد عمل ضاية عبيت بقاله مئة سنة فمش بيأكل حاجات كويسة فخلاص الانتستن هتمتص ايه انا شغال على الفاطنة عبيت ولا ايه طالما ما بتاكلش اكل كويس انا مش هشتغل الحاجة اللي بعد كده congenital immunodeficiency disorders يعني الحاجات اللي بتؤدي لنقص في المناعة وراسي يعني حد عنده اي مشكلة وادى الى ان هو عنده مشاكل في المناعة فالانتستن كمان مش قادرة تشتغل حاجة اللي بعد كده هو HIV او الـ AIDS الـ AIDS بيأثر على امتصاص الامعاء parasitic infections اللي هي الديدان ممكن واحد يبقى عنده تدان او بارازايتز او طفايليات في المعدة في الامعاء فمش مخليها عارفة تشتغل عندي مرض بعد كده اسمه tropical spro وده مرض مش مفهوم لغاية دلوقتي بالضبط بيحصل ليه بس هو بيحصل في الاماكن المناطق الحرة والاستوائية وممكن يبقى بسبب التغذية او بسبب او بسبب المناعة بس بيبقى معائس هال وسوق في الهضم واخر حاجة هي بكتيريا احنا عارفين ان احنا في بكتيريا نافعة موجودة في المعدة ودي في الامعاء ودي طبيعية بس وانس ان هي زادت عن حدها طبعا اي حاجة هتزاد عن حدها هتتقلب لضدها وبالتالي مش هتعرف الامعاء كويس بسبب زيادة البكتيريا يعني نمو زيادة كل اللي انا بقوله ده امثلة على يعني كل دي حاجات بتأثر على الامتصاص كله هلا بيلا كل الامتصاص بيتأثر طيب بعد كده هنتكلم بقى على بتأثر على الامتصاص يعني بتأثر على حاجة واحدة بس في الامتصاص طيب خلينا نبدأ مثلا بالحاجات اللي بتأثر على الكربوهايدريت ميتابوليزم على الامتصاص بتاع النشويات عندي حاجة اسمها لكتاز ديفيشنسي من الاسم كده لكتاز ده الانزايم اللي بيكسر اللاكتوز انا عندي اللاكتوز ده السكر اللي موجود في النشويات محتاج انزايم اسمه لكتاز عشان يكسره علشان نعرف نهدمه هذا الانزايم لو بقى فيه ديفيشنسي يعني نقص مش هنعرف نهدم اللاكتوز واللاكتوز ده موجود في منتجات الالبان وده مشهور قوي 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 ان الناس تبقى عندها حساسية منه حتى هم مش عارفيني يقولك ايه انا طول عمري كنت باشرب لبن شبه البقرة وانا صغير وبعدين فجأة اما بقيت شحط كده بقيت كل مشرب لبن بطني تتنفخ او يجي لي غزات او اما كل زبادي بطني توجعني او ليه لانه والله فيه حاجة مشهورة قوي اسمها لاكتوز ديفيشنسي بتحصل على كبر او ساكندري يعني ايه ساكندري كونجينيتل دوراسي يعني انت خلاص مولود بي ساكندري يعني انت كنت زي الارض وبعدين بعد شوية حصل لك مشكلة قدت الى نقص انزايم بتاع الاكتوز يبقى اول مشكلة معايا في النشويات هو السكر اللي اسمه الاكتوز قالك يعني انا بقية السكر يقولك لا انا هتهضم بسهولة لا فيه مرض تاني اسمه كونجينيتل ساكريز ايزو مالتاز ديفيشنسي ده ايه ده كمان قالك والله عندك سكر تاني اسمه سكروز وسكر تالت اسمه مالتوز الانزايم اللي بيهضمهم هو كمان انطفى وما بقى الشغال وبالتالي دول مش بيتهضموا وده سكر 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 مش بيتهضم ده يلا يا بكتيريا عندنا ديش بارتي تعالوا لعبوا فتلاقي الشخص ده بعد ما بيأكل اي حاجة فيها لبن او اي حاجة فيها نشويات وسكر بطنه تجعه عشان البكتيريا والبكتيريا بتطلع غزات بتعمل تخمير فهذه البكتيريا تنفخ لك بطنك فيبقى عندك غزات قد كده وطبعا ممكن يبقى عندك اسهال لان ده سكر والسكر هياخد معاه ميا وهو نازل فيه الليستور تالت واحد معانا هو الجالكتوز سوري الجولوكوز والجالكتوز سيقولك لا وانا يعني اللي على راسي ريشة ما انا كبان مش هتهدم يبقى التالت للجولوكوز والجالكتوز اشهرهم على الاطلاق هو اللاكتايز ديفشنسي ده اشهر واحدة يعني اشهر حاجة هتسمعوها انا اما باكل منتجات فيها لبن بيجي لي اسهال انا اما باكل لبن وزبادي بطني بتتنفخ انا بيجي لي غزات كتير اوي بعد مندكات الالبان لان ناس كتير اوي عندها لكتايز ديفشنسي يبقى دي اول مشكلة هي الكربوهايتريت مال ابزوربشن تاني حاجة هي الفات مال ابزوربشن انا مش عارف اهدم الدهون طيب قالك هو انت عشان تهدم الدهون محتاج ايه والله محتاج حاجتين محتاج ان البنكرياس الجميل بتاعك يجيب لك اللايبيز اللايبيز ده اللي هو الليبيز ايز يعني الحاجة اللي بتكسر الدهون الليبيز ويرمهو لك فيه الديودينام وفي نفس الوقت الليفر الجميل بتاعك الكبد بتاعك يطلع لك العصارة الصفراوية وهذه العصارة الصفراوية توصل ليه الديودينام ومن الحاجتين دول نعرف نهدم الدهون يبقى الدهون بتاعتي علشان تتهدم محتاجة حاجتين البنكرياسي بشغال كويس المرارة بتاعتنا او الكبد اللي بيصنع العصارة الصفراوية يبوشغالين كويس فبساطة لو عندك انسوفشنسي في البنكرياس بنكرياتك اكزوكراين انسوفشنسي معناها ان البنكرياس مش شغال كويس يبقى كل سنة احنا طايبين مافيش لايبيز يبقى مافيش الانزير اللي بيهضم الدهون طب دي امرات زي ايه قالك والله السيستيك فيبروزس وده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده في درس منفصل عندي حاجة تانية المرض التاني اسمه شواتشمان دايموند سندروم وده مرض جيني بيأثر على البنكرياس وبيأثر كمان على البون مارو بيأثر على العظم وبيزود النسبة بتاعت الكنسر حوارات كتير قوي يعني اللي يهمنا هنا انه بيأثر على البنكرياس ويخليه مش بفونكشن كويس بعد كده الكرونيك بنكريا تايتس الالتهاب المزمن في البنكرياس والله انا ملتهب فامسوسوري مش قادر اصمع لكم الانزيمز اللي محتاجين تهضم الدهون الحاجة اللي بعد كده ان انا يبع عندي مشكلة في الليفر الليفر اللي هو الكبد وبيلياري اللي هي القنوات المرارية زي اي حاجة في الليفر والقنوات المرارية مفيش عصارة صفروية خلاص مفيش هضم الدهون اخر مرض معنا بقى حاجة اسمها الابيتالي الابيتاليبو بروتينيميا ودي المشكلة والله الليفر شغال كويس والبنكرياس شغال كويس بس البروتينز او الابو بروتينز او اللي المفروض تشيل الفاتس دي انطفت ومش موجودة ليه بسبب ان ده مرض وراسي يعني امش بتكلم دلوقتي على حاجات كامون خالص الحاجات دي ندرة جدا 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 عشان كده الحاجات اللي مشهورة منها بس هي اللي هندرسها يعني هتلاقوا من كل الكلام الراغي اللي انا راغيته ده هنتكلم على موضوعين تلاتة بس الباقي حاجات ندرة جدا طيب بعد كده عندي حاجة اسمها البروتين يعني انا مش عارف انقل مش عارف اهضم البروتين ليه يعني اللي موجود في اللي وصفته ان هو يساعد في هضم البروتين يعني ناقص يبقى دي اول حاجة او ده مرض زي المشكلة اللي فيه ان انا ببساطة دي موجودة بس مفودة نقلها بقى يلا عشان نروح بقى نشتغل مش عارفين ننقلها وبالتالي بتنزل في يبقى دي انا اخدت كده اتكلمت عن وقلنا ببساطة يعني سوق امتصاص سوق الامتصاص ده مش مرض سوق الامتصاص ده مجموعة كبيرة من الامراض ايه السبب بقى ايه المرض بتاعهم يبقى ده مش دياجنوزز ده مش تشخيص سوق الامتصاص ده ممكن يبقى ده عام انت مش عارف تهدم حاجة خالص وممكن يبقى يعني لحاجات معينة العام ده اخدنا له امثلة كتير ده بقى على حسب يا اما في مشكلة في الكربوهايدريت مش عارف امطد اهدمها يا اما في مشكلة في البروتينز مش عارف اهدمها يا اما في مشكلة في الدهون مش عارف اهدمها طيب بعد كده عندي لسه المنرال والفيتامينز مال ابزوربشن يعني احنا قلنا البروتينز والكربوهايدريتز والفات دول العناصر الغذائية الاساسية الماكرونيوترينز العناصر الاساسية الكبيرة طيب ممكن مبقاش عارف اهدم بعض المعادن وبعض الفيتامينز زي كونجينيتل كولورايد ديارية أو كونجينيتل سوديوم يعني مش حعارف أهدم الكولورايد أو مش عارف أهدم السوديوم فبينزله في اللستول بعد كده عندي حاجة سمها أكرو درماتايتس انتيراب автом والأكرو درماتايتس ده المشكلة اللي فيه ان انا مش عارف أمتص الزنك والزنك بسبب ايه؟ بسبب مشكلة طبعا مراسية ده احنا بنخبطها على طول طيب ايه مشكلة ان انا مش عارف أمتص الزنك؟ ان الزنك ده مهم جدا عشان الجلد فلما بيبقى عندي نقص في الزنك هلاقي درماتايتس درماتايتس يعني التهاب في الجلد اكرو يعني في الاطراف فالتهاب في الجلد ويبقى عندي اسكين راش ويبقى عندي هرش ويبقى عندي حساسية زائد ان انا عندي مشكلة في الامعاء لان انا عندي مشاكل في الامتصاص بعد كده عندي حاجة اسمها مينك ديزيز وده برضو بيؤدي او مرض المشكلة اللي فيه ان انا مش عارفة متص الكبر مش عارف أمتص النحاس بعد كده عندي مرة تانية اسمه كلمة كساح يعني إيه كساح يعني أنت مش عارف تأمتص الفيتامين دي وفيتامين دي ده مهم عشان الكالسيوم فأنت مش عارف تحط الكالسيوم في العظم وبالتالي العظم بتاعك ضعيف وبالتالي إن لقي العائلة عاملين رجليهم عاملة كده رجليهم مقوسة لأطفال الصغيرين المشكلة في إيه المشكلة بتبقى في امتصاص فيتامين دي فانا ممكن يبقى عندي حاجة اسمها فيتامين دي يعني ريكتس بسبب ان انا مش عارف اهضم فيتامين دي حاجة اللي بعد كده اسمها فيتامين بي توالف ما الابزوربشن سوء امتصاص لفيتامين بي توالف فيتامين بي توالف فيتامين بي توالف لازم يتشال على كدفة حد والله هو ده اللوع كده ومش بيعرف يمشي لوحده فمحتاج حاجة اسمها انترينسيك فاكتور موجودة في المعدة تشيله على كتفها كده علشان تخليه يمتص وانس ان مفيش او في مشكلة في المعدة او في اي مصيبة يبقى فيتامين بي توالف مش هيمتص فهيعمل لي مالابزوربشن يبقى تاني المالابزوربشن مش تشخيص ده بيوصف مجموعة كبيرة من الامراض في الاخر انا مش عارف اهضم يا اما مش عارف تهدم كل حاجة دي اسمها جنرالايز يا اما مش عارف تهدم حاجة معينة دي سبسيفك الحاجات المعينة دي يا اما كاربوهايدريت اللي هو الاكتيز ديفشنتي الساكريز ديفشنسي المالتيز ديفشنسي اي حاجة من اللي بتهدم السكر ده بعد كده البروتين اللي هو الانتيرو كاينيز ديفشنسي او ان انا عندي مشكلة في الحاجة اللي بتهدم البروتين الفاتس قلنا الفاتس دي عندنا اتنين مسؤولين عنهم البانكرياس والليفر فلو عندي مشكلة في البانكرياس او عندي مشكلة في الليفر يبقى مش عارف اهضم الدهون واخر حاجة المنرالز و الفيتامينز يعني المعادن والفيتامينات ودول بالامثلة بتاعته طيب ايه هي الكلانيكا المانيفستيشن يعني انا عندي سوق امتصاص ايه هيحصل في الدنيا يعني يعني هيجيلي ايه قالك والله هيجيلك اسهال على طول كده على طول اسهال ده مفاش كلام بس الاسهال ده كمان هيعتمد على نوع المشكلة خلينا اشرح لكم اكتر انا لو دلوقتي المشكلة اللي عندي مثلا فيه هضم النشويات معنى كده ان انا عندي سكر لا يهضم جميل ايه المشكلة؟ المشكلة ان السكر ده هيشفط معه ميا فهتبقى بتعمل اسهال ممي مي بالهبأ طيب لو انا عندي المشكلة في الدهون فانت الدهون بتاعتك مش بتتهضم يا نهاري هيعمل لك بقى اسهال مدهن حاجة تقرب اسمه استياتورية استياتورية ده يعني دهون كتير قوي فيه الاسهال تعمل ببيه وتلاقيه عايم كده على الميا علشان فيه كمية دهون رهيبة انسقا يعني انت في الاخر هيبقى عندك اسهال في سوق الهضم ده اساسي طيب تاني حاجة هيبقى عندك بطنك منفخة ليه؟ لان انت والله مش عارف تهضم الحاجات اللي مش عارف تهضمها دي البكتيريا تقولتك تعالوا شباب تجمعوا عندنا ديش بورتي نقعد بقى ناكل في البكتيريا ناكل في الاكل ده ونتغزى عليه فانطلع غازات نعمل تخمير شباه الخميرة والزبط شباه ما البكتيريا بنحطها في العجين فاتخمره وتنفخه نفس الفكرة هي هتخمر بطنك فهيبقى فيه غازات فبطنك هتتنافخ الحاجة اللي بعد كده failure to thrive يعني انت وزنك مش بيزيد مش عارف لو ده طفل صغير مش عارف يوصل للميل ستونز اللي المفروض يوصل لها انا متخيل ان الطفل ده المفروض يزيد كيلو ولا كيلو ونص ولا وتأفر في الشهر او الشهرين دول مش بيزيدهم ليه؟ عشان هو مش بيمتص الحاجة التالتة او مجموعة حاجات ليهم علاقة بقى بنقص البروتين لما اقولك انك مش عارف تمتص البروتين فانت كده عندك مجموعة من المشاكل ايه اول مشكلة؟ بصوا شباب وجود البروتين في الاوعية الدموية ده الوعاء الدموي او الفيزل وجود البروتين في الاوعية الدموية بيعمل حاجة اسمها انكوتك بريشر يعني انكوتك بريشر يعني ضغط ازموزي يعني ضغط ازموزي يعني بيشفط الميا نحيته يخلي الميا ما تطلعش من الوعاء الدموي يحافظ على كمية المية اللي موجودة في الأوعية الدموية كمية الدم طيب لو البروتين مش موجود والله يا حبيبي مفيش حاجة تشفط المية هنا وأنا المية يعني كلبة الكترولايتس وبروتين والله مفيش بروتين يبقى معرفكش فهطلع من عندك هطلع من عندك اروح فين اروح للانتر استيشل الانتر استيشم ده يعني الاماكن اللي بين الخلايا فالمية تزيد هنا فتعمل لي حاجة مشهورة قوي اسمها إديمة أو تورم يبقى أي حاجة هتؤدي لنقص البروتين في الجسم هتعمل لي إديمة بعد كده ممكن يحصل لي حاجة اسمها ديجيتال كلابينج كلمة ديجيتال يعني صوابع وكلابينج يعني انتفاخ يعني نبص على الصوبة نلاقيه عامل المنظر ده مورم كده من بعيد ده الشكل بتاع الكلابينج طيب ده بيحصل ليه بيحصل لمجموعة من الأمراض يعني هو مش سبيسيفك لحاجة معينة بس بييندكيت ان الجسم كده مش مظبوط ان في حاجة قلق بتحصل في الجسم زي ان مثلا لو واحد عنده نقص فيه الأكسوجين أو واحد عنده نقص فيه المعادن والفيتامينات وهنا ده السبب اللي بيخليه يحصل مع المال أبزوربشان الشعر طبعا هيتأثر عشان ما فيش بروتين كويس البروتين اللي قليل ده هيؤدي إلى مصل ويستنج هتعمل عضلات ازاي وانت ما عندكش بروتين البروتين القليل بيقلل المناعة واحد ما بياخدش كمية بروتين كويسة منعته ضعيفة دي ما فيهاش كلام وطالما منعتك ضعيفة هيجي لك الالتهابات وهذه الالتهابات ممكن تيجي فيه البق تعملي حاجة اسمها استوماتايتس او في اللسان او في اللسة او في الحتة القلق دي اسمها جلوسايتس ده بسبب المناعة ضعيفة بسبب نقص البروتين وبسبب حاجة تانية كمان مهمة قوي انه ممكن يبقى عندك انيميا واحد ما بيكلش كويس فهيبقى عنده انيميا انيميا نقص الحديد بتعملي هذا المنظر بعد كده ممكن يبقى فيه منظر الكساح وقلنا ده في العيالة الصغيرة بيبقى رجليهم مقوسة وبيبقى عندهم مشاكل في العظم بتاع عظمة القص دي بيبقى فيها حاجات كل ده بسبب نقص فيتامين دي ونقص الكالسيا ممكن يبقى عندك او كدمات بتحصل في الجلد علشان ضعف الجلد بسبب سوق الامتصاص اهم حاجة بتحصل مع المال ابزوربشن هي الديارية وهو ده ان شاء الله موضوعنا الحصة الجاية بالتفصيل الاسهال الاسهال ده المين بريزنتيشن اوف المال ابزوربشن عندك سوق امتصاص هيبقى عندك اسهال دي مفهاش كلام طيب قالك والله الانست امتى يعني الاسهال ده جاء امتى على حسب ممكن ييجي يعني اول ما تتولد على طول ومعنى كده ان المشكلة دي كونجانيتل يعني انت مولود بيها احنا لسه ما سميناش ممكن تيجي ريليشن لفود يعني انا والله كنت زال ارض بس لما باكل حاجات معينة بيجي لي اسهال يبقى ده بسبب اكل معين طيب شكل الاسهال ده ايه الاسهال ده مدهنن يبقى دي مشكلة في سوق هضم الدهون الاسهال ده ووتري مليان مية يبقى مشكلة مثلا فيه النشويات زي ما حكينا السكر بيشفط مية اوفنسف اوفنسف يعني ريحت وحشة فده معناه ان انا عندي بكتيريا مثلا هي اللي عاملالي المشكلة دي ده على حسب شكل الاسهال طيب ايه الاسهال بقى اللي انا هعمله لطفل عنده يعني جاي لطفل عنده سوق امتصاص انا هعمل ايه اول حاجة هتعمل هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم اعمل لي صورة دم كاملة واعمل لي بلاتفل عشان ايه ممكن نلاقي انيميا واحد عنده سوق امتصاص فممكن يبقى عنده أنيميا ممكن يبقى عندي ايه الانيميا كمان تعرفني وهو عنده مشكلة في ايه يعني لو انيميا نقص الحديد مثلا يبقى مش بيمتص حديد كويس والاءนيميا مكروستيك يعني الخلايا كبيرة كده ومفنجلة فده معناه انه ممكن يبقى عنده مشكلة في فيتامين بي تولف نقص فيتامين بي تولف هو اللي بيعمل كده ودي هنشرحها في الهماتولوجيا بالتفصيل ممكن يبقى عندي المرض اللي شرحناه للمفانشكتيزيا الممكن يبقى عنده حاجة اسمها نيوتروبينيا يعني النيوترفيلز قليلة وده ينديكيات المرض الوراسي اللي احنا شرحناه اللي هو اسمه تشوامان سندروم ممكن يبقى عنده حاجة اسمها اكانسوسايتوزيز اكانسوسايتوزيز يعني شكل البلد فيزلز بتاعتي غريبة الريجيلر شيب وشكلها مش مظبوط وممكن يبقى فيها بروجيكشنز كده بدل ما الخلية حلوة كده يبقى طالع منها شوية حاجات وده بيحصل مع المرض اللي هو اسمه ابيتاليبو بروتينيميا اللي احنا قلنا فيه مشكلة في البروتينز اللي بتشيل الفاتس طيب ممكن ابص على الستول نفسه اخد عينة براز عينة البراز دي مثلا ادور على يبقى ده عنده انفكشن ولا انفلاميشن جوا ولا عنده اي مصيبة بتحصل في الامعاء ادور على اوكلت بلد يعني اوكلت بلد يعني هو عامل اسهال انت مش شايف فيه دم بس تدور على خلايا دم حمرت لقيها فده نزيف مخفي مش باين فيبقى فيه مشكلة جوا فيه نزيف بيحصل جوا ممكن تلاقي برازايت ستوفايليات ممكن تلاقي تدور على البي اتش لان لو البي اتش متغيرة معنا كده ان فيه حاجات بتغير البي اتش فيه بكتيريا او مواد بتغير البي اتش او الحموضة بتاعة الستول او ريديوسنج سابستانس يعني مواد مختزلة طيب ممكن اعمل حاجات تيندكيت او تدور لي على المشكلة يعني مثلا حاجة اسمها سيلياك سيرولوجي يعني انا هدور على الحاجات اللي بتيندكيت مرض السيلياك وقلنا السيلياك ديزيز ده اللي هو حساسية الجلوتن وده هنشرحه بالتفصيل في محاضرة الواحدة فمنتغلوش بالكم بي دلوقتي ندور على القلب ومن ليفل القلب ومن ده بروتين موجود في الجسم فانا ما ادور عليه اشوفه لو قليل يبقى انا عندي مشكلة مثلا في هضم البروتينات ادور على الكالسيوم والماغنيسيوم والزينك لو فيهم حاجة قليلة يبقى انا عندي مشكلة فيهم ادور على الحديد والفوليك اسد وفايتامين بي 12 عشان قلنا دي كلها حاجات بتجيب انيميات ادور على فيتامين دي وإي وإيه هتقولولي ايش معنى دول هقولكم لان الفايتامينز دي ومعهم الكي كمان دي فيتامينز اسمها فات سوليبل فيتامينز يعني فيتامينز بتعتمد على الدهون في الهضم فلو قليلة معنى كده ان انا ممكن يبقى عندي مشكلة في هضم الدهون فعلشان كده الفايتامينز دي قليلة ادور على البروث رومبن طايم والبروث رومبن طايم ده اللي بيينديكايت انت عندك مشكلة في التجلطات ولا لأ بيقولك بالزبط انت بتاخد وقت قديه علشان تكون جلطة وده معنى انت عندك مشاكل في الكواجيوليشن سيستم او نظام التجلط اللي عندك ولا لأ ممكن تعمل ابر اندوسكوب يعني تعمل منزار ومن هنا ممكن تبدأ تشوف لو فيه انفلاميشن او حاجة معينة هتشوفها بعينك طيب انا خلاص الشخص ده عنده سوق امتصاص وتأكدنا وحلفنا بالعشرة عايزين نعرف بقى هو عنده انهم صيبة مين كل المصائب يعني عايز اعرف هو عنده سوق امتصاص كارب بس ولا فاتس بس ولا بروتينز بس اول واحد ان انا ادور على السكر انا المفروض السكر بتاعي ده يكون اتهدم واخلاص اكلناه ونزق وما بقاش فيه سكر في اللستول ان انا ادور بقى على السكر في البراز ده هستخدم حاجة اسمها كليني تاست وكليني تاست دي عبارة عن مواد بحطها على اللستول بتعملي اللان اونا مواط معينة بتيندكات ان في مواد معينة بمعنى ان الطبيعي البراز بتاعي ميبقاش فيه سكر لو انا حطيت مادة لقيتو تلون بلون معين ده يقولي يا لهوي ده الدنيا هنا ما مسكره خالص معنى كده ان انا عندي الريديوزينج ايجينت او السبستنس دي اللي هي السكر اللي هو الانواع السكر المختلفة يبقى ده بيديدكت الريديوزينج سبستنس اللي موجودة في البراز باستخدام ايه مساد اسمها كليني تاست وكليني تاست دي قلنا elloوس انا بستخدم مواد بحطها بتعمل تفاعل بتطلع لون لو اللون ده طلع معنا كده ان انا عندي سكر طيب الحاجة اللي بعد كده اشوف اللستول بي اتش لدرجة الحموضة او القلوية بتاعت اللستول الطبيعي ان اللستول بي اتش بتاعتي تبقى من ستة لسبعة سبعة ونص ده الطبيعي رحت انا حطيت البتاع اللي بيقيس البي اتش ده لقيتها اقل من خمسة ونصة او خمسة بوينت سيكس ده معناه ايه معناه ان البكتيريا كان عندها ديش بارتي جوه واخدت كل السكر ده عملت له تخمير وطلعت لي اتش اينز والاتش اينز اللي طلعت دي اهي هايدروجينجاز وطلعت كمان ساني اكسيد الكربون وطلعت اسدز وكل الاسدز دي غيرت في البي اتش بتاعت اللستول او البراز وخلته بقى حمضي رغم ان هو المفروض كان يبقى اكتر من ستة انا لقيته اقل من خمسة بوينت سيكس يبقى بيقولك الكربوهايدرات بتريتش الباول يعني الكرب اللي بيروح للباول اللي هي الانتستين يتكسر بقى يطلع لي منه شوية الحاجات الجميلة الحمضية دي فتخليلي البي اتش بتاعي حمضي ثلاثة علشان اشوف الكرب مال ابزوربشن حاجة اسمها بريت هايدروجينتست يعني بريت هايدروجينتست ببساطة انا هقول للراجل ده يعمل حاج خليك صوية وبعدين تعليلي اما تجيلي انا هديلك محلول فيه سكر معين او كاربوهايدرات معينة انا شاكك انك انت مش بتهدمه وبعدين هدهالك هتبلعها وهقق ومقق وبتاع وهستنى عليك شوية وقت وبعد كده هخليك تتنفس في جهاز هذا الجهاز هيحسب كمية الهايدروجين اللي انت طلعته لو انت بتهدم كويس مش المفروض ان يطلع هايدروجين اينز كتيره طيب لو انت ما بتهدمش كويس معنا كده ان البكتيريا جوه عملت ديش بورتي واخدت البتاع ده وطلعت منه اتش اينز وده طلع في نفسك فلو بقى في اتش اينز كتيره طلع من النفس معنا كده انك انت عندك سوق هضم بيقول لك اول حاجة هتعمل هضم بتاع الكاربوهايدرات سواء السكروز او اللاكتوز اللي هو واحد الاثنين جرام لكل كيلو المفروض ان الشجر والنطبي انجستد في السمول باول لان السكر ده انا مش عارف اهتمه عشان عندي سوق هضم بعد كده هيروح للقولون وبعد كده هيروح للقولون وبعد كده هيروح للقولون يعني البكتيريا اللي موجودة في القولون هتطلع منه هايدروجين جاز هذا الهايدروجين جاز هيديدكت في البراس يعني هحسه او هديدكت بجهاز معين ان فيه هايدروجين طالع في النفس معنا كده انك انت معرفتش تهدمه معنا كده ان انت عندك سوق هضم ليه الكاربوهايدرات طيب بعد كده عندي حاجة اسمها السمول باول نيوكوزال بايوبسي يعني ايه يعني خد عينة من السمول باول والله هذه العينة هذه العينة لما ناخدها هنشوف منها الانزيماتيك اكتيفيتي يعني ايه الكلام ده يعني انا عارف ان فيه انزيم عندي اسمه لاكتاز وانزيم اسمه ساكريز وانزيم اسمه مالتاز اللاكتاز بيهضم السكر اللي اسمه لاكتوز والساكريز بيهضم السكروز والمالتاز بيهضم المالتوز انا ماخد عينة بقى من الميوكوزة وبص فيها على هذه الانزايمز هلاقي فيها low levels يعني نسبتهم قليلة بيقولك ده في البرائمري يعني في البرائمري ديفيشنسي يعني هو طول عمره عنده مشكلة في الانزايم ده ومش موجود مش كان عنده مثلا وبعدين قال لأ هو طول عمره مش موجود فلما تاخد عينة وتدور على هذه الانزايمز هتلاقيها مش موجود بعد كده هنتكلم عن الانفستيجيشنز اللي هعملها لو انا شاكك ان انا عندي فات مال أبزوربشن سودان تست ان انا ده اكتر سكرينينج ميثود يعني سكرينينج ميثود يعني انا مش هحلف بالله العظيم انه هو عنده بس او انا عندي مثلا ميت واحد عايز اعرف الميت واحد دول عندهم فات مال أبزوربشن ولا لا بدل ما اعمل تحاليل معقدة وبتاع الميلي يبني عينات استول من كل الناس دي وكل العينات دي هتحطها مع سبغة اسمها سودان ريد وهذه السبغة لو تحطت على الستول او على البراز وفيه فاتس الفاتس هتتفصل ولما الفاتس تتفصل انا هعرف اشوفها لو لقيت اكتر من 6 ل 8 دروبلتس يعني نقط من الفات ده اب نورمال في اللو باور فيلد يعني في الميكروسكوب يبقى تاني سكرينينج تست ده يعني ايه يعني مش حاجة معقدة انا بعمل سكرينينج هاقفين يعني سكرينينج صح بشوف كده الناس كلها عندها ولا ما عندهاش لميلي يبني عينات استول من الناس دي حطلي على كل عينات السودان ريد استين هزي السبغة السبغة دي هتفصل الدهون لقيت الدهون اتفصلت اكتر من 6 ل 8 دروبلتس في اللو باور فيلد ساعتها يبقى ده اب نورمال طب اب نورمال بقى هل انا كده احلف بالله انه هو عنده سوق هضم للدهون لا والله انت محتاج تتأكد طب عشان تتأكد تعمل ايه تعمل حاجة اسمها 72 أور من الاسم كده 72 أور يعني 3 ايام يعني انت هتشوف كمية يعني التحليل الذي يرى الفات في الفيكل اللي هي البراز ببساطة انت هتعمل ايه ده الجولد ستاندرد خدوا بالكم عشان اكومفيرم قلتلكم استياتورية يعني براز مع دهون او ديرية معها دهون عشان اكومفيرم احلف بالله العظيم ان ده عنده فات في البراز هعمل التحليل ده بس لو عايز تحليل سهل وعبيت ومش محتاج وقت وهتلي عينة براز وخلاص هعرفه هو السودان تست طيب في التحليل ده انا هعمل ايه ده تحليل بقى معقد بيقولك 3 ايام انت الراجل ده هتقعد يسجلك هو ايه كل الفات اللي حطاه فبقه لمدة 3 ايام يعني ده ياتري ريكورد يعني تسجيل للأكل كمية الدهون اللي انت اخدتها لمدة 3 ايام وبعدين بعدين تجمع اللستول اللي هو عمله في 3 ايام وبعدين المفروض ان ما يطلعش من الفات اللي انت اخدتها دي غير اقل من 7% من اللي انت اكلته طلع لك اكتر من 7% يبقى ده اب نورمل ومعنى كده ان فيه فات كتيرة في البراز طيب بعد كده عايزين نشوف البروتينز بيحصل لها لص ولا لأ قال لك الدياتري واليندوجينس بروتينز are almost absorbed يعني المفروض الدياتري يعني البروتينز اللي انت وكده ببقك واليندوجينس يعني البروتينز اللي الجسم بيصنعها احنا عارفين ان الليفر بيصنع كمية من البروتينز المفروض ان يحصل لهم امتصاص جميل طيب بيقول لك اللي ستول النايتروجين النايتروجين اللي انا بلاقيه في البراز ده مش جاي من البروتين ده جاي من من الجاد بكتيريا مثلها types البكتيري ما يمكن أن أرى هذا الرئيس الألبيوم Dortم لacun ال Perin تجد المشكلة هايبو ألبينيمية يعني ايه هايبوالبيونيميا؟ يعني تدور على الألبيومن في الدم بتاعك تلاقي قليلة يبقى تاني لو انت بتفقد الجهاز الهضمي بتاعك بتفقد منه بروتين أو ألبيومن يبقى هتدور على الألبيومن في الدم بتاعك هتلاقي نسبته قليلة طيب هل ده السبب الوحيد اللي يخلي الألبيومن في جسمك نسبته قليلة؟ لا ده فيه ميت سبب تاني فيه مشاكل في الكليا ممكن تعمل كده مشاكل في الليفر ممكن تعمل كده مشاكل في ميت حاجة تاني بس لو عندك مشكلة في الجي ايتي هتؤدي الى ان نسبة الالبيومين بتاعتك هتبقى قليل البروتين تالي حاجة بنعملها حاجة اسمها الفا وان انتي تريبسين والفا وان انتي تريبسين ده نوع بروتين اندوجينوس الليفر بتاعنا هو اللي بيصنعه وبيصنعه علشان هو له وظائف عديدة في الجسم بيحمي اللونج من حاجات كتير طيب الالفا وان انتي تريبسين ريزيستنت للديجيشن في الجي ايتي مش الطبيعي ان انا الاقيه في الليستول مش المنطقي ان هو يتهضم في الجي ايتي فالطبيعي انه هو وظيفته انه هو بيطلع من الجسم عشان يحمي الجسم من مجموعة من الالتهاب بس لو انا عندي مشكلة في الانتستن ممكن البروتين ده يتراكم في الخلايا بتاعة الامعاء وبعدين يبدأ ينزل في الليستول وهذا يؤدي الى المرض اللي اسمه بروتين لوزنج انتيروباثي بروتين لوزنج يعني انا بافكد بروتين انتيروباثي يعني بسبب باثولوجي في الامعاء يبقى لو انا لقيت الالفا وان انتي تريبسين في الستول في البراز ده معناه البروتين لوزنج انتيروباثي والالفا وان انتي تريبسين ان انا ادور عليه في الستول ده بس تخدمه سكرينينج تيست للبروتين لوزنج انتيروباثي طيب بعد كده ممكن اعمل انفستيجيشن علشان البانكرياتيك اكزوكراين فونكشن قالك المفروض او لو انا هعمل هذه الانفستيجيشنز ممكن اعملها علشان اشخص مرض اسمه وهذا المرض اللي هو اسمه سيستيك فايبروزيز بيأفكت البانكرياس وبالتالي انا لما شخصه هعرف ان البانكرياس بتاعي تعبان اولا انا في حاجة ممكن تكون في ايتاكو فانا برضو هعيد عليها بسرعة هو البانكرياس اكزوكراين فونكشن يعني ايه كلمة اكزوكراين اكزوكراين يعني الهرمونات او الانزايم اللي بيطلعها في قنوات في داكتز هو ده مش الطبيعي قالك لا هو في حاجة تانية اسمها اندوكراين يعني بطلع هذه الهرمونات في الدم على طول لما قولك بنكرياتك اكزوكراين فونكشن معنا كده ان هو كمان لو اندوكراين فونكشن الاندوكراين بتاعت البانكرياس احنا عارف انها بيطلع الانسولين ويطلع الهرمونات التانية اللي بتزبط السكر مش موضوعنا دلوقتي. بس ان هو بيطلع الانزيمات اللي مسؤولة عن الهضم عشان يروح يصبها في الديودينم. قلنا اشهر او اكتر مرض بيأثر على البنكرياس اسمه سيستيك فيبروزيس. يعني ايه سيستيك فيبروزيس هو مرض جيني بيبقى له مشكلة معينة في الجينات بتؤدي الى ان فيه بيتراكم في بعض الاماكن زي في والحاجة التانية ان هو بيبقى عنده مشكلة مع الايونز. بيبقى عنده مشكلة مع توزيع الايونات. اشهر حاجة عملها عشان اشخص السيستيك فيبروزيس هو اللي سويت كولورايد تيست يعني ايه يعني اطور على نسبة الكولورايد في اللي سويتينج في العرق. هلاقي نسبتها مش مظبوطة معنا كده ان انا عندي مشكلة في انتقال الايونات ده سيستيك فيبروزيس وهنشرحه بالتفصيل الممل في الدرس بتاعه. بعد كده جيناتك تيست لان ده مرض وراسي ممكن ادور على الجين. بعد كده عندي حاجة اسمها فيكال الاستيز. الاستيز ده انزيم بيفرزوا البانكرياس. فانا لما ادور عليه ده علشان اشوف البانكرياس بتاعي شغال ولا لأ. طيب. بعد كده بيقولك عندي حاجة اسمها الاندو بروتياز. كلمة اندو بروتياز يعني الانزيمز اللي بتهضم البروتينات عموما. بيقولك الاندو بروتياز الزاتس يومان اند بانكرياس اسبيسيفك دي ملهاش علاقة او مش بتتأثر قوي بان البانكرياس انزيم ريبليسمينت ان البانكرياس الانزيمات بتاعته مش شغالة كويس. هي جملة يعني ايه ملهاش صياق قوي في الموضوع بتاعنا. الحاجة التانية ان انا ادور على التريبسينوجين. والتريبسينوجين ده انزيم بيفرزوا البانكرياس. لو لقيته قليل معنى كده ان البانكرياس بتاعي مش شغال كويس. اخر حاجة ان انا اخد عينة من الديودينام. مش احنا قلنا القصة دي كلها في الاخر البانكرياس هيطلع كل الانزيمات بتاعته عشان يصبها هنا في الديودينام. فانا هيخد عينة من الديودينام يعني اخد عينة من الديودينام وحلل بقى البايكاربونيت التريبسينوجين اللايبيس كل الحاجات اللي انا مستني ان البانكرياس يطلعها. لقيتها موجودة في ديو دينا بعد ما عملت خير وبركة ما لقيتهاش موجودة معنا كده البنكرياس بتاعي مش قادر يطلعها معنا كده ان انا عندي مشكلة في ومعنا كده انا عملت لكل الاسباب اللي ممكن تؤدي الى سوق الهضم اه فيه قومنس عايزة اقولها قبل ما نهي المحاضرة في حاجات كتير ممكن تبقى حاسين ان هي مكالكعة بس ده لان احنا لسه مشرحناهاش فاحنا هنشرحها بالتفصيل في دروسها في حاجات انا مريت عليها مرور الكرام علشان هي لسه هتشرح بالتفصيل فمش عايزة احشر دماغكم معلومات لحاجات قريدي هتشرح في حاجات هي مكتوبة عندكم اسامي بس بس انا محبش انكم تبقوا حفظين الاسم وخلاص فاي حاجة انا شرحتها اكتبوا جنبها الهنت بس بتاع هي بتعمل ايه او ايه المشكلة فيها علشان برضو ما تبقوش حفظين الكلام وخلاص زي الامثلة كتير اللي كانت موجودة في المال ابزوربشن يعني ايه اكرو درماتايتس انتروباثي اكتبوا جنبها مثلا ادي مشكلة في الزنج ابزوربشن يعني ايه منكي ديزيز يعني مشكلة في الكابر ابزوربشن يعني ايه مثلا المرض اللي هو تيلانجاكتيزيا يعني مشكلة في مش عارفة انسوقن علشان ما تبقوش بتصموا الكلام وخلاص تبقوا فاهمين هو جابنين والمواضيع اللي انا عدتها بسرعة فده لان احنا هنشرحها بالتفصيل بعد كده وانا حبيت ابدأ بالمال ابزوربشن قبل الديارية علشان نبقى عارفين خلاص هي الديارية دي دي بتيجي بسبب ايه فالمرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل اند القاكم على خير قريب ويقسيو